موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها بأبرز عنوين صحفك العادة عنوانة العربي الجديد قوى الثورة في حلب ترفض لقاء ديمستورا سوريا حزم تحل نفسها والنصرى تواصل حصار الأتارب معارك محتدمة في مثلث الموت بدرعة ثلثة الفرنسيين يرفضون الانفتاح على الأسد صراع الحسك المستعر ينذر بتغيير ديمغرافي العراق الكشف عن مقبرتين جماعيتين والميليشيات تمنع عودة نازحين الأمم المتحدة تحصي الف قتيل في العراق الشهر الماضي سلمان والسيسي يناقشان القوى العسكرية المشتركة أردغان في السعودية الهدف التحالف الشامل وليس السيسي سبعون دقيقة تسريبت الإمارات مولت تمرد وفد حوثي رسمي إلى إيران وهادي وجودنا بعدا ليس اختيارا ضريف يلتقي كيري بمنترو ومفاوضات هذا الشهر حاسمة أما في القدس العربي المعارضة السورية في حلب تشترط أرضية حل يتضمن رحيل بشار الأسد تنظيم الدولة الإسلامية يعظم أميرا لجبهة النصرى ويفقد أحد أهم قادته في دير الزور مسؤولة بريطانية ستون امرأة وفتاة بريطانية توجهنا للقتال في سوريا قائد في حماس يتوقع ضربات جوية مصرية لغزة تسجيل مصور منسوب لداعش ببنغازي ليبيا يتوعد أنصار حفتر الإسلاميون ينتقدون الاتفاق الأردني الإسرائيلي لتنفيذ مشروع ربط البحر الأحمر بالبحر الميت الرئيس اليمني صنعاء محتلة والحوثيون وصالح يعملون لصالح طهران لقاءة مصرية مع الحوثيين وصالح وتفاهمات مع إيران وروسيا إحالة شبح جزيرة الريم الإماراتية إلى المحكمة بتهمة الإرهاب أما في الشرق الأوسط فقد جاء الصفقة المحتملة مع إيران تضمن بقاءها بعيدة عن حيازة نوعية وصول أول طائرة إيرانية إلى اليمن اليوم مصادر فلسطينية كيري يضغط على العباس لمنع اتخاذ أي قرارات ضد إسرائيل نتنياهو يلقي خطاباً مثيراً للجدل في واشنطن وكالة الأندول تسجيل مصور منسوب لداعش ببنغازي الليبية يتوعد أنصار حفتر إبطال مفعول عبوتين ناسفتين في هاطاي التركية مسؤول عراقي التعرف على هوية ثلاثة عناصر من داعش شارك بتدمير متحف الموصل فرنسا تصدر أكثر من خمسة ملايين طن قمح للدول العربية في سبعة أشهر الرئيس اليمني عبدربو منصور يعلن صنعاء عاصمة محتلة ويقول إن ما قام به الحوثيون حركة انقلابية سنتصد لها صحفة ينشفق التركية عنوانت أردغان يؤدي العمر في مكة قبل الاجتماع بالملك سلمان أردغان يبكي أثناء مشاهدة شريط انقلاب الثامن والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين في تركيا داعش يعدم اثنين وثلاثين بينهم عناصر من الشرطة الغربية العراق اغلاق مطار أتاتورك مع الانتهاء من بناء المطار الثالث نطالع في صحيفة العرب اللندونية مقالا لخير الله خير الله بعنوان سوريا إيرانية النجاح الوحيد للنظام رأى فيه الكاتب أن النظام السوري نجح إلى الآن في أمر واحد وهو وضع سوريا تحت الوصاية الإيرانية وذلك بكل ما تعنيه الوصاية من نتائج مضحا أن هذا النظام حول الأزمة العميقة التي يعاني منها إلى أزمة سورية بامتياز تمهيدا لتحولها إلى أزمة إيرانية بعدما صار على طهران زج مزيد من الرجال في الداخل السوري ولفت الكاتب إلى أن إيران التي كانت تدفع ثمن معظم الأسلحة التي يحصل عليها النظام السوري من روسيا استطاعت الحقول دون تحرير دمشق بعدما ورطت حزب الله والميليشيات المذهبية العراقية في الحرب التي يشنها بشار الأسد على شعبه منوها إلى أن ما ساعدها في ذلك هو وجود إدارة أمريكية على رأسها باراك أوباما تفضل استمرار القتال الداخلي في سوريا إلى ما لا نهاية واعتبر الكاتب أن المطروح إيرانيا بات البحث عن بدائل مبرزا أنه في غياب القدرة على السيطرة على سوريا كلها لم يعود مستبعدا أن تكتفي إيران بجزء من الأراضي السورية المرتبطة بالبقاع اللبناني ولديه واجهة بحرية مع تأكيد احترام هذا الجزء لكل الاتفاقات السورية الإسرائيلية في الجولان وخلص إلى أن الوقت وحده سيكشف هل هذا رهان في محله صحيفة القدس العربي نشرت مقالا لمحمد زاهد قول بعنوان السياسة التركية في سوريا جاء فيه يتحدث الكاتب بداية عن المراحل التي مرت فيها السياسة التركية في تعاملها مع النظام السوري المرحلة الأولى كانت في إحداث تقارب سياسي وتعاون اجتماعي وانفتاح اجتماعي حدودي في الدولتين ثم ينتقل الكاتب إلى مرحلة إرهاصات الثورة وكيف توجهت القيادة التركية إلى بشار الأسد بالنصيحة إلى استباق الأحداث وإجراء إصلاحات سياسية ودستورية في بنية الدولة السورية وضرورة مشاركة كافة التيارات الوطنية في إدارة شؤون الدولة على أساس الدستور الجديد وكان بشار الأسد يعد بالإصلاح ولا ينفذ وبعد قيام الثورة وفرار السوريين من أتون الحرب إلى تركيا أخذت الحكومة السورية تهاجم الحكومة التركية بسبب إيوائها اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء واعتبرت ذلك تدخلا في سوريا وتبعت تركيا بدعم الشعب السوري إنسانيا وسياسيا فكان أن تم تشكيل المجلس الوطني السوري في نهاية عام 2011 ومن ثم الائتلاف الوطني في 2012 وأوشك الشعب السوري خلال عام 2012 وبفضل المساعدات التركية والعربية والدولية أن ينهي حكم بشار الأسد ولكن ذلك لم يتوافق مع المخططات الدولية وبالأخص الإسرائيلية والأمريكية وبالأخص أن التيار الغالب على ثورات الربيع العربي كان إسلامي الخطاب والتوجه السياسي وهو الأمر الذي استغله بشار الأسد ومحوره بالدعاء أنه يواجه ثورة إسلام سياسي وحركات تخريبية في البداية ثم تاجر بمصطلح التنظيمات الإرهابية لإقناع أمريكا بصحة موقفه ولم تجد تركيا تعاونا كافيا من الدول العربية لإنهاء الأزمة السورية وكذلك وجدت رفضا من إيران للتعاون معها في وقف القتال في سوريا لاعتبارات طائفية وسياسية غير مقنعة لذلك تركزت السياسة التركية على المساعدات الإنسانية التي تكفل عيشا كريما للاجئين السوريين داخل تركيا وخارجها مع دعم كل جهد إقليميا أو دولي يعمل لإيجاد حل للأزمة السورية دون أن يتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردغان وكافة المسؤولين الأتراك عن انتقاد السكوت الدولي على تواصل القتل في سوريا دون بذلك جهد دولي حقيقي لمنع ذلك ولما جاءت أحداث الموصل واحتلالها من جانب تنظيم الداعش رفضت تركيا أن تكون مجرد أداة أو قوة عسكرية في هذه الحرب على داعش فكانت شروط المشاركة في العمليات العسكرية مع التحالف متعلقة بسوريا فشرط الأول هو فرض منطقة آمنة شمال سوريا وشرط الثاني هو فرض منطقة حظر طيران في شمال سوريا والثالث هو تدريب المعارضة السورية المعتدلة في سياق استراتيجية دولية لإنهاء الأزمة السورية إن السياسة التركية في سوريا لم تسر وفق الأمنيات التركية ولم تكن الحكومة قادرة على أن تتخذ موقفا عسكريا أحديا الجانب طالما أن الموقف الدولي لم يكن متعاونا والأكثر أسفا أن المواقف العربية كانت تنظر للسياسة التركية بعين الريبة دون مبرر وقد يكون من المبكر ربط عملية نقل رفاة طريح سوريمان شاه الذي تم مؤخرا بأي عمل عسكري تركي في سوريا بل قد يكون إشارة على نوايا عكس هذا الاتجاه موقع تركي بريس نشر تقريرا بعنوان دراسات أمريكية تتوقع انهيار الاتحاد الأوروبي وتعاظم قوة تركيا خلال الأعوام القادمة جاء فيه نشرت مؤسسة سترافورد الأمريكية تقريرا حول توقعاتها لتحولات التي من المحتمل أن تطرأ على السياسة العالمية خلال عشر سنوات قادمة وفيما يخص التطور التركي ذكر التقرير بأن النمو التركي سوف يستمر خلال العشر سنوات القادمة وأن تركيا ستحتل المرتبة الأولى من ناحية القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط كما أكد التقرير بأن تركيا تتجه بسياستها الحالية إلى الانفتاح نحو الشمال ودول البلقان سياسيا وتجاريا وأن هذا الانفتاح يشكل عاملا قويا من عوامل تطورها وازدهارها كما أضاف التقرير بأن من أحد عوامل استمرارية تطور دولة تركيا الموقع الجغرافي الذي يشكل بوابة هامة لدول الاتحاد الأوروبي للعبور منها إلى منطقة الشرق الأوسط وبخصوص مستقبل الاتحاد الأوروبي وورد في التقرير بأن الاتحاد من المرجح أن تنهار خلال العشر سنوات المقبلة وذلك لعدم وجود تنسيق سياسيا واقتصادي وثيق بين دول الأعضاء ولتعارض مصالح هذه الدول مع بعضها البعض وذكر التقرير بأن تعظم قوة الفئات القومية وتنامي الفكر العنصري داخل الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى حدوث اضطرابات داخلية من شأنها أن تتسبب في حدوث صراعات داخل الاتحاد وبسبب التقلبات المستمرة التي تطرأ على أسعار الطاقة الروسية فقد توقعت المؤسسة أن تنهار قوة الاقتصاد الروسي خلال خمسة أعوام القادمة حيث سينتج عن ذلك فقدان الروس لشركائهم التجاريين في المنطقة وأن الأزمة الأوكرانية ستستمر في إشغال الرأي العام العالمي لمدة أكثر من المتوقع ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الروسي أيضا كما أوضح التقرير بأن الروس سوف يفقدون حاكميتهم في شمال القوقاز ومناطق في آسيا الوسطى وفيما يخص وضع الولايات المتحدة الأمريكية ذكر التقرير بأن الأمريكيين سيظلون محافظين على قوتهم خلال عشر سنوات القادمة وسيبقون متربعين على الصدارة السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم الجدير بالذكر أن مؤسسة سترافورد تعتبر ظلا لأجهزة الاستخبارات الأمريكية سي آي آي صحيفة ساندي تايمز نشرت قصة لصحفية فرنسية عينا إيرلا بعنوان الحياة السرية في دولة الخلافة حيث تمكنت من اختراق صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بإقامة علاقة عبر الإنترنت مع أحد أعضاء تنظيم واستطاعت من خلاله معرفة معلومات عن طرق إغراء الفتيات في أوروبا بالسفر إلى سوريا وعن شكل حياة مسلحي التنظيم وقالت الصحفية التي اختارت نشر موضوعها باسم إيرلا خوفا من تهديدات بالقتل بعد أن انسحبت من علاقة عبر الإنترنت مع شخص يدعى أبو بلال وهو فرنسي من أصل جزائري وهو أحد أعضاء تنظيم المقربين لزعيم التنظيم أبو بكر البغددي في مدينة رقة سوريا ونقلت الصحفية عن إيرلا أنها أنشأت حسابا وهميا على موقع تويتر وتعرفت من خلاله على أبو بلال والذي قال لها إن عشرات الأوروبيات يقطعن أسبوعيا رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى سوريا للزواج من أحد أعضاء تنظيم وعيش حياة الأميرات التي يعدنهم بها أعضاء تنظيم وأضافت أن تعليمات التنظيم للفتيات المقبلات على السفر إلى سوريا تتمثل في السفر بمظهر متحرر دون ترك أي أثر أو رسالة لأسرهن حتى لا يسهل تتبعهن وذكرت أنه قيل لها إن هناك سيدة تقابل الفتيات في تركيا وتصطحبهن معها يطلق عليها الأمة وقالت الصحفية إنها لم ترى في الشاب أي وجه من وجوه تدين أو العلم بالدين الذي يتحدث باسمه برأت فيه شخصا نشأ في أحد الضواحي الفقيرة في فرنسا ومحب لنفسه وللشهرة والمال حتى أنه طلب منها أن تجلب له عطورا باهظة الثمن خلال وجودها في المطار رغم حديثه الدائم عن مقاطعة الغرب ونقلت تايمز عن الصحفية التي نشرت كتابا بعنوان إن ذا سكين أوف آجيها ديست أن هذا الشخص كان يكذب كثيرا ويغير في رواياته للتباهي لكن الأمر الوحيد الذي اكتشفت صدقه فيه كان مدى استعداده للقتل وتفاخره بعدد الأشخاص الذين أودى بحياتهم جريدة وحبرة نشرت مقالا لآية باقي بعنوان حرية جاء فيه منذ ثلاث سنوات انطلق بعض الشباب ينادون بصوت عالم بكلمة حرية وهكذا مضوا في أزقة الطرقات وفي المدن والجامعات حتى أصبح حشودا شعبية تردد بصوت واحد حرية وهنا نقف قليلا لنبحث عن معنى الكلمة في معجم كل فرد هبت ثائرا يتظاهر ويهتف بها فنجد أن الكلمة واحدة وتظاهراتنا واحدة لكن المراد يختلف فهناك من نادى بالحرية من نظام الأسد وهناك من نادى ليتحرر من الفقر أو ليتحرر من نظام الدائرة الحكومية التي يعمل فيها ومنهم من يبتغي التخلص من الرشوة والفساد تشعبت الرغبات وتبعثرت الأهداف والتقات الأكف والحناجر عند حروف الحرية فاتحدنا بالصوت الواحد بها وتبعدنا عن التوحد بمحتواها ليصل المطاف بنا إلى التخلي أو تخلي بعض الرجال عن المتابعة وهجرة بعض الشباب إلى البلاد المجاورة وبقاء القلة من الثوار المجاهدين وبعض المدرسين الذين يسعون إلى رفع مستوى التعليم وبعض الأطباء في المستشفيات للإنقاذ والعلاج لكن أين البقية ومن دعاة الحرية؟ أين نجدهم في اسطنبول؟ يعملون ويتزوجون ويقررون مصير سوريا متسامرين أما المنشقون فالكلام عليهم له شكل آخر فكلمة الانشقاق تعني الانفصال عن النظام الجائر للانفصال عن الوطن والخروج منه للبحث عن فرص عمل وتأسيس حياة جديدة فمن أحق بالأطباء والضباط وأساتذة الجامع المنشقين الذين ملأوا المحافظات التركية؟ أثورتنا والمناطق المحررة؟ أم دول الخارج؟ أهذه حريتنا المنشودة؟ أم هي خيانة لوطنهم؟ أين نجد الحشود المعارضة في بداية الثورة؟ أين نجد المتظاهرين الذين نادوا بالحرية؟ فلا عجب إن تأخر نصرنا ولا حسرة على أعمار أطفالنا الذين تبددت طفولتهم بين الدماء والدمار ودفنوا ألعابهم تحت الركام واستبدلوا بها البندقية والرصاص استبدلوا بالدراجات الملونة دراجات لصحب أوعية الماء وإيصالها إلى أحيائهم وإن سألناهم عن رغبتهم لنشاط ترفيهي تتركز إجاباتهم على دورات التدريبية على استخدام السلاح لنيل الحرية نعم الحرية التي ألقت على عواتقهم مسؤوليات كبيرة عندما تخلف عنها كثير من من ساهموا بإشعال فتيل الثورة ليتركوا قلوبهم تواجهوا البراميل وعيونهم تناظروا الدماء بدمع بريء هؤلاء الأطفال هم أصحاب رسالة الحقيقية للحرية الطفل الذي يجلب الخبز لأهله ويملأ خزان الماء ويذهب إلى مدرسته بملابس رثة يعيش بلا أب أو أقرباء سيقدم الحرية لوطنه وأهله سيوحد القلوب والضمائر معا سيوحد الراية سيصل بسوريا إلى أعالي المجد أطفالنا الذين يعانون برد الشتاء سيحملون إلينا دفء الحرية التي لم يكمل كثير من ثوارنا طريقها بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نترككم برعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة